لعله شرط أن يقتل الأسد كل السوريين حتى تضحي جريمته بنظر المجتمع الدولي جريمة حرب فيعاقب عليها أو حتى يحرك ذيك المجتمع ساكنا ما خلق لقه لنجدة السوريين وذلك رغم أصوات بحت لدول دعته للحراك جلسات متعددة لمجلس الأمن عقدت بناء على دعوات من دول كبريطانيا والكويت والمملكة العربية السعودية عرقلت مخرجاتها التي نادت بإنصاف السوريين ببيتويات شرعت هنا وهناك لكن جلسة الأمس التي من المفترض أن تناقش المجازر المرتكبة بالشمال السورية أجلت لأجل غير مسمى هذه المرة وسبب التأجيل بحسب المصادر هو وعكة صحية أصابت عيني جير بيدرسون تأجيل يأتي فيما يكشف هذا الطيار الأسدية عن بنود مهمته الموكلة إليها وقد وقع أسيرا بيد الفصائل في الشمال ويبين أن نقاط قصفه تتمركز بوضوح على مناطق المدنيين وعلى البنى التحتية التي قد تؤمن حياتهم العبيد السعيد حملته تعتمد على الأرض المحروقة يعني بس بده يختحم أي قرية أي محور مهمة الطيران هي حرق المحور أمامه التعليمات تأتي إلى القوات الجوية وتأتي إلى سويا حسب روسيا أصوات ونين هؤلاء لا تسمعها إلا أذن السماء وهي التي تسبب بها غارات شنتها طائرات الأسد أودت بحياة أحد عشر مدنيا اليوم غارات طالت معارة النعمان وكفر سجنة وحاس وكفرومة وحيش بريف إدلب وفيما تستمر فرق الدفاع المدني بالبحث عن ضحايا تحت أنقاض قصف أمس لسيما في الدير الشرقية طال القصف مدينة مورك وقرية لحايا وغيرهما بريف حما وبينما بيّن محللون أن الأسد ينتهج دوما منهج الأرض المحروقة بمعاركه التي يخوضها مع الفصائل تمكنت الأخيرة من إيقاع خسائر فادحة بصفوف ميليشيا إيران والأسد على جبهتي خانشيخون وسكيك في وقت تفيد به مصادر عن تقدم قوات الأسد جهة خانشيخون شمالي البلاد يعني اليوم أكيد في حالة عظم توازن بفصائل السورة السورية ولكن هذا ليس ضعفا وليس انهيارا اليوم هناك أربع ضغوط تمارس على فصائل الجيش الحر التي تقاتل في أرياف حماوة وأرياف إدلب الجنوبية أولا هناك توقف للدعم توقف للمؤذرات السلاح السقيل السرقة من قبل جبهة النصرة وهي تحريش شام وهذا كان له تأثير حاسم في المعركة بإضافة إلى سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها طيران الروسي وبإضافة إلى حوامات الأسد برغم الوضع العصيب التي تمر به فصائل المعارضة شمالا وغياب دور الدول الضامنة عن الضمان غير أنها وإن خسرت على بعض المحاور فقد تقدمت على محاور أخرى وبينما وصلت اليوم أولى دفعات المدد القادم من الجيش الوطني بحلب لريف إدلب تمكنت الفصائل من استرجاع بلدة كفريدون قرب خانشيخون وفيما تستمر أزمة الثقة ما بين الحرس الثوري من جهة وميليشيا أسد والروس في الجهة الشرقية للبلاد أفادت مصادر عن تعرض الحرس الثوري الذي عكف على إنشاء قاعدة عسكرية بدير الزور دون مشاركة الأسد لقصف جوي مجهول فيما أفادت ذات المصادر أن الروس أرسلوا بقوات عسكرية لشرقي البلاد لقناة الإخبارية علي تباب